تسللاً دخل نائب الممتدة يده نقول فاتوش إلى مجلس النواب وغادر كالأشباح والهاربين من وجه عدالة الرأي العام لم يرفع رأسه بالكاميرا ورفض الرد على هاتفه كمن يختبئ من فعل شاء لم تحمه حصانته النيابية من تراكم العنات في المقابل فإن منال ضوء السيدة المجنية عليها ظهرت إلى الضوء متمتعة بحصانة الناس ودعمهم لقضيتها في وجه نائب قرر معادات الأخلاق ومعاملة موظفة دولة بأسلوب أقرب إلى الدولة الإسلامية السيئة السمع وبمنال ضوء اجتمع وزير العدل لواء أشرف ريفي في قصر عدل بعبدة مؤكداً وقوفه معها ومعلناً فتح تحقيق في واقعة الضرب مؤشر يعول عليه وإشارة إيجابية من الوزير ريفي يؤمل أن تنسحب حميته في رفض التعرض لموظفي الدولة على الدولة كلها فيرفض المس بالجيش والاعتداء على جنوده ودورياته ويتوب عن حماية وإخفاء أصحاب السوابق كحال الأخوين مولوي ومنصور وإن الله غفور رحيم فوقعة لكم منال لا تختلف عن وقائع لكم الدولة بمؤسساتها الأمنية مرة باستهدافها وقتل جنودها في الشارع وأحياناً بقنصها سياسياً من منابر رسمية كحال وزير الداخلية مع استخبارات الجيش الضرب في قصر العدل جرى تعقبه إلى ساحة النجمة حيث جلسة ما قبل التمديد بقانون يقترحه النائب المتواري أولى فتوش التمديد في مجلس النواب وتسوياته مسيحياً في الدواوين السعودية مع جولة كل من الدكتور سامير جعجع والنائب سامي جميل في المملكة ولقائهما الرئيس سعد الحريري والتمديد لكمة تبحث القوى السياسية عن متبرع بتسديدها من جهة وتوفير الغطاء المسيحي لها من جهة المقابلة ويدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاه استحضار استشهاديين على هذه الجبهة حتى لا يتكرر سيناريو التمديد الأول فيهرب الرئيس فؤاد سانيورا من المسئولية وينفض يداه من هذه الآثام ويترك رئيس المجلس يلبس الثوب الأسود وعلى قاعدة كلنا شركاء يتم البحث عن المخرج حتى لا تظهر قوى سياسية بثوب الحمل المعتدى عليه منذ أبي التمديد لكن البطريارك الراعي كشف سر روما وأعلن أن الرئيس سعد الحريري كان مهتما في خلال اللقاء بشرح الأسباب التي تدفع إلى التمديد وألقى البطريارك الماروني الحرم على الممددين قائلا لن نبارك لأحد وجبلة التمديد حضرت في لقاء ضم بري والسانيورا ومكاري ونادر الحريري بحضور وزير المال حيث أعلن السانيورا أن التمديد أكثر استعجالا من السلسلة هذه العجلة أقرب من لمح البصر إذ أكدت مراجع حكومية للجديد أن جلسة التمديد ستعقد الأسبوع المقبل وأن مدة المشروع المقترح هي سنتان وسبعة أشهر